انه المدير التنفيذي لنادي بيرامدز للاستاذ محمد جمال العاصي ده كان مدير التسويق او مسؤول التعاقدات في الالي مع مجلس الادارة السابق وهو وكيل لعبين لما احتد مع احمد فتحي وحصل مشدات ومشحنات كتيرة بين اللعيبة في الممر قبل قوض اللبس انه راح للعيبة وانتو مش هتاخدوا الدور وانتو هتاخدوا معرفش كلام اذا ثبت بقى دي كارسة بجد ان احنا كمسؤولين اداريين لا انت مسؤول ثبت في النادي الاهلي او كان لك علاقة وسيقة الصلة مع النادي الاهلي اذا كان ده ثبت فعلا وتقال اللي تسامع دايبة ده كلام ما ينفعش ابدا يوصل لهذه الدرجة خالص بس الرد عليه من لعيبة الاهلي بقى انتو مش هتاخدوا الدوري انتو مش عارف ايه الرد عليه من لعيبة الاهلي لانه حاليا قرارك في ايدك قرارك في ايدك لوحدك اكسب كل مطشاتك تاخد بطولة الدوري وانت حاطت رجل على رجل قدام اي حد ده قرارك انت مش قرار اي حد تاني قرارك انت كلعيب وكجهاز فني لانه محدش اثر معاكو على الاطلاق اصبحت المسألة دلوقتي على المحك انك تثبت واتمنى انه ميستر المارت اللي صارتي الناس تشرح له يعني ايه الظروف الصعبة جدا اللي النادي الاهلي مر بيها قبل كده في تاريخه وازاي بيقدر فعلا لما بيجد الجد ويستعيد قوة الاهلي واسم الاهلي ازاي بيقدر يتخطي اصعب من المهام ديت واصعب من المنحنيات دي بس الناس فعلا تلم الفرقة كويس كجهاز احضن على فرقة كويس ابدأ اشتغل التمن مطشط اللي جايين دول مرحلة مهمة جدا ومختلفة ومنفصل عن اي حاجة